الآن الكلمة مع السيد سليمان بن سعد الحميد محافظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فليت الفضل بسم الله الرحمن الرحيم الشيئين اللي أود أذكرهم أولا أعتقد أنه كمسؤولين في أجهزة التأمينات والضمان الاجتماعي في الدول العربية يجب أن نستخلص بعض العبر من الأزمة الاقتصادية وأحد هذه العبر يجب أن نركز على موضوع الإعلام سواء للمواطنين وبالأخص في هذه المراحل لأصحاب القرار السياسي والاقتصادي في الدولة فيجب أن نظهر لهم أن الأزمة الاقتصادية تحتم وتلح على ضرورة دعم صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي في الدول العربية وعدم استخدام موارد هذه الصناديق لاستغلالها في تنمية خدمات اجتماعية تكون بالضرورة مسؤولية الدولة وليست مسؤولية صناديق الضمان الاجتماعي كذلك بالنسبة لأصحاب العمل يجب أن نهيئ السبل المختلفة لهم حتى نمكنهم من التفاعل مع الأجهزة في أداء الدور المطلوب منهم بشكل كبير وهذا يتأتى لنا عن طريق توسيع الإعلام التأميني للمستفيدين من هذه الأنظمة وفي نفس الوقت استخدام الطرق الإلكترونية وأتكلم عن المواطنين والمستفيدين وأصحاب العمل حتى تقلل علينا التكلفة وحتى يشعر المواطن أن كرامته محفوظة ويستفيد من المنافع بشكل أيسر وبأسرع طريق شكرا شكرا